السلام عليكم دخلكم يا صحفيين يا كتاب يا إعلامي العرب لا تفكروننا ولا تحللوننا دخلكم دخلكم يا رؤساء وملوك العرب لا تجتمعوا ولا تعقدوا مؤتمرات ولا تقرروننا دخلكم يا شيوخ يا قساوسة لا تصعقون بخطاباتكم ولا تفسروننا آيات كتب الله ولا توجهوا ألسنتنا شو تقول ويدنا شو تعمل دخلكم يا فصائل لا تنظروا علينا ولا تعمونا بأنوار بروق ماضيكم الخلابة ولا ترفعوا صور مؤسسيكم في وجوهنا دخلكم إحنا المقاومين خايفين تأخذوا موقف وتقولوا عفى الله عما مضى اللي صار في غزة صار هاي إسرائيل انسحبت أو بدها تنسحب وفتحت المعابر أو بدها تفتح المعابر وبدها تعمل دولتين وصلوا حسيد الأحكام المقاومة خايفة منكم تطلبوا منها تحكي مع حكومة جنوب أفريقيا تتنازل وتسقط دعوتها ضد إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة كيفين تقولوا للمقاومة خلص بكفي وتقولوا لنا بكفي وتقولوا لنا بكفي يا مقاومة لهون بس عفى الله عما مضى نحن المقاومة بنقول لجميع المسؤولين من فضلكم لا تدخلوا في المقاومة دوركم انتهى قضية فلسطين بيد المقاومة والفصائل المقاومة هي أعضاء منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب فلسطين المنظمة مثل الوطن والوطن الجوم تحكم المقاومة وانتو شكرا لكم ويخلف عليكم والسلام عليكم